اشتركوا في القناة او مشروع انقاذ اثار النوبة وتشييد السد العالي معبدنا النهاردة هو معبد ضندور اللي كان على ضفة الغربية للنيل 19 كيلو من كلبشة القديم جنوب كلبشة المعبد ده اتنقل من مكانه الاصلي سنة 1963 في اثنان مشروع السد العالي وتنقل لمتحف المتروبوليتان واتحطت الحجارة بتاعته في 661 صندوق اكتر من 800 طن وتنقل المعبد الى المتروبوليتان زي ما قلت لحضراتكم وتنصب فيه قاعة كاملة كأنها هيكل المعبد بالكامل بكل عناصره سنة 1978 المعبد لما بنشوفه من الحجر الرملي 25 متر طول من البوابة لغاية الجزء الخلفي المعبد لوكوس سلاطيفة جدا المعبد احنا عارفين انه لما الامبراطور الاكتافيوس ما كانش لسه اغسطر دخل الى مصر بعد موقع اكتيوم 30 قبل الميلاد عمل لقاء مع المصريين واصدر العملة الشهيرة اللي قال فيها اي جبتوا كابتا او سقطت مصر وبعدها اتكلم اكتافيوس على ان مصر تبقى ولاية امبراطورية ولا يجوز لأي شخص التحرك في مصر الا باذن الامبراطور القصة الطويلة او اللي احنا حكنا في الوقت ده كانت النوبة بتخدع او المناطق الجنوبية ممكن جزء بتاع النوبة تكلمنا عليه كويس انه كان بيقضع لحالات انفصالية فاصدر بسرعة الامبراطور امر لأول الولاد رومان في مصر بترينيوس جايوس انه يتوجه الى المنطقة في الجنوب علشان يوقف حركات التمرد وهو راجب سمع بقصة الاخين اللي غرقوا في المكان ده في العصر المتأخر وقدسوا عنده دندور وكان ليهم مقصورة عبادة الاخين هم بادي ايزيس وباحور اقام هناك وهنلاقي اليوم تقديمات على المعبد ومناظر اليوم اقام بترينيوس جايس مقصورة باسم ايزيس في هذا المكان وتخليدا للمعبود ايزيس وتخليدا لهذه القصة وتكريما لهم لما بندخل عشان نزول المعبد بنلاقي ان قدامنا ماتحف المتروبوليتر حاطيت لي اتنين بلان او في اي حتة هتقابلكو اتنين بلان بلان عامله بلاكمان وبادي بيلون وورا فناء مفتوح وصلتين والبلان التاني بينه وبين كله اغلب الناس بتشتغل عليه هو البلان بتاع لما عمل التأسيمة بتاعة المعبد وقسم التأسيمة المعتادة من الفناء وبعدين صلت العمدة وقدس الاقدس المعبد لما تركب نبدأ مع بعض بقى نشوف بوابة المعبد الصورة اللي قدامنا المعبد البوابة عليها منظر الشمس المجنحة الافريز المجنح بكل تفاصيله بالتاج الابيض والاحمر المنظر تحته بالعرض هشوف من اللي مين برعة برعة هنا مش كاتب اسم الامبراطوري العادة اللي احنا متعودين يشوفها في معابد النوبة اللي شفناها كتير اقوى في كلابشة بيقدم هنا علامة الخنم نفس الفازر اللي قدمها لو فاكرين في كلابشة خنوم وراحة طحور نص اللي الرغمليفي بيقول ان التالب بتاعهم حرب وقراط وصاده النحاة التانية بيقدم اللبن لأوزوريس وإيزيس برضو متكسر الجزء بتاعها ندخل بقى على ايدينا الشمال على ايدينا الشمال ببدأ اشتغل على حاجة غريبة جدا بلاقي الملك برعة بيقدم قطع من النسيج أو قطع من النسيج بيقدمها قدام مين؟ قدام الاخين اللي ماتوا اللي واخدين اللي هما كرس ليه من مأسورة قبله غسل الأولاني حالي بادي إيزيس والتاني بحور وتحتيها أو المنظر اللي بعدها بيقدم فاستين النو قدام أرسينوفيس أرسينوفيس اللي تكلمنا عليه وإحنا بنتكلم على كلابشة كتير اللي قولنا أنه صورة من صور شو وتظهر في العصر البطلامي عصر بطلاميوس 2 واللي وراه المعبودة تفنوت وبعدين إيزيس إيزيس نبت بيريك إيزيس سيدة فيلة ده جزء من المناطق اللي كانت تابعة الفيلة بيتلقوا السخت هي وراها الإله حورص على النحية يمنا حاللاقي الملك بيقدم قدام بادي إيزيس ورابع حور والاتنين واخدين لقب حلو قوي وزير مع لحظة جميلة جدا منظر اللي بعده بلاقي الملك بيقدم قدام شو تفنوت بيقدم برضه علامة النسيج أو علامة كأنها إناء من إناء من العطور بعد كده بلاقي بادي إيزيس بقى هو اللي بيتعبد قدام وزير وراه إيزيس إيزيس نبت بيريك اللي هي سيدة فيلة وهم بيدوله حاجة وعبة فوق إيزيس بيقوله إن أنا حديلك كل شيء وعب أو كل طهارة الأرض من أجلك ناخد بقى الكتفين يعني خلصنا كده الوجهة الكتفين الجنبين اللي هو ما يدوبك الكمر زي ما بنسميه على الشمال أو اللي مين على الشمال هبصوا المناظر الملك بيقدم قدام إله بيقدم حورس بيقدم قدام حورس بخور بيحرق بخور قدام حورس بعدين بيقدم باقات الظهور قدام لو بصينا على النحاء اللي مين بقى من الكتفين وإحنا داخلين هللاقي منظر مهدم بعد كده منظر اللي بعده الملك بيقدم كربان ربما زهور أو حاجة أو عطور قدام حورس واضح هو أنه حورس المنتقم لها به والجزء الأخير بيقدم فيه لأزوريس بيقدم له اليارتة اللبن كنوع من التبجيل والتكريم ندخل بقى على الكوريدور الممر بعدين شوف منظر من أروع المناظر على يدي الشمال على يدي الشمال الملك بالتاج المزدوج بيقدم أولا فوق بيقدم كربان عادي جدا لكن المنظر اللي في المنتصف هو ده المنظر المهم شايفين الجزئين اللي هو ما سيب كأنه ما سيكترفين الملك بيقدم لدودو كاشين اللي هما الاتناشر مقاطعة الاتناشر أو الحدود الاتناشر المنطقة بتاعت فيلة اللي كانت النص بتاع بطلميوس سلسل القصة الشر اللوحة اللي احنا شرحناها بالتفصيل على معبد فيلة واحنا بنشرح هناك في الظهر بقى هندخل على ضهر البوابة هلاقي المناظر بتتكرر تاني هبدأ من اللي مين هلاقي عندي الملك بيقدم النبيز بيقدمه ليه بادي ايزيس والنص محدد تماما باسم الامبراطور بيقول يعني هو كاتب برعا بس بيحدد ان فلان الفلان اللي بيقدم بعد كده الملك بيقدم باقات الظهور لازيس نمشي بقى في المنتصف هلاقي ان في المنتصف اللقب بتاع الملك متهدم وواضح انه كان بيقدم قربان على الشمال منظر واحد للملك بيقدم عطور امام شايف صباحه صباحه الجميل هو بيقطع اللي كانوا بياخد طرف كأنها جزء من خدمة يومية وبيقدم العطور قدام بادي ايزيس البطل مع بحور الاتنين اللي استشهدوا او غرقوا فيه نطاق المعبد هنيجي باردو اللاعي شمال ويمين مناظر المعتادة بلاقي بقى المرادة بتظهر ماندوليس ومع ساعت بلاقي بيظهر ارسينوفيس ومع أمونديبوت بيظهر مثلا في مناظر بلاقي تقدمات حرص ويزيس مثلا بلاقي ايزيس وراء حرص حربوكرات او حرص حربوكرات بلاقي مثلا بادي ايزيس بيظهر في مناظر بلاقي ايزوليس بيظهر في مناظر يعني المناظر بالنسبة لي مناظر معتادة ما فيهاش اي اختلاف الكتفين المناظر عادية جدا برضو اغلبها مناظر مهدمة يعني موجود منها مثلا مناظر الملك بيقدم النبيس لحرص مرة مرة الملك بيقدم قدام اوزوريس بيقدم علامة الحاح بس هنا الاوزوريس بلاقي في الناحية مثلا على الجنبين بلاقي مناظر مهتدة جدا ايه زيز بتتلقى من الملك بعض القرابين وبعض الهدايا يعني مناظر ما فيهاش اي شيء مختلف نبدأ بعد الوقت مع بعض عدينا من البوابة عدينا عدينا عالفناء المفتوح اللي هو عشرة متر ما بين البوابة وما بين المكان اللي احنا رايحينه اللي هي صلط العمدة صلط العمدة هلاقي هون بعمودين او الصلل الاسخة عمودين العمودين على فكرة هنشوف المناظر اللي عليهم لكن العتب بنفوح ليه منظر حرص الشمس المجنحة اجمل تمثيل للشمس المجنحة موجود بعد المنظر بتاع اطفو يمين وشبال هلاقي اللي مع عمود الجد وحزام التيد رمز يزيس ورمز اوزوريس فكأن العتب فوق بيديني الثالوس المقدم عمانزل بقى مناظر التقدمات عادية جدا مفيش بقى بادي يزيس امون اللي بياخد بيتلقى المعد كل المناظر عشان نبقى متفقين بيقدمها لي اوغاستوس او الامبراطور اكتافيوس المناظر الملك بعد كده بيقدم قدام بادي يزيس مرة ارسينوفيس بيتصور مراتي بعد كده مناظر معتادة قاليها على الجانب التاني اللي قاليها المعتادة الكتفين حتى مناظر حرق بخور مناظر التقدمات المناظر بتتوزع ما بين ان الملك الكتب اسمه في الخرطوش واحانا نتكتب برعة المعمدة من جوه لو بصيته عليها هتلاقوا الكامير الحية اللي بتحلي وجهة ونخبط وبعد كده موجود حيح الاله عفوا الاله اللي مسك العصاية الرمبط وتحته الدفضاع اللي هي مئة الف مئة الف سنة من العياد وتحت الملك بيقدم فاستين النو بعد ندخل بقى مناظر الصالة مع بعض الحيات المجنحات فوق الاسف الحديات المجنحات اللي هم ايزيس ونفتيس المفروض والخكر حواليه ننزل تحت تقدمت التاجين بيتقدموا الحرس لحرس المنتقم لا بيتقدمت فزات النوت بيتقدموا جحوتي سيد بينوبوس بينوبوس اللي هي الدكة ورات فنوت جحوتي بتناثل هنا بهاية دمية هنلاقي المناظر بعد كده تقدمات عادية جدا فاستين النو بيتقدموا قدام بادي ايزيس ووراء الزبون التاني اللي هو بادي حير وازيس برضو بتتلقى باجي بعديها على داي ميني شمالي بلاي تقدمات ويمدى بقى الراجع مع بعض فيها منظر حلو قوي التقدمات حرق البخور قدام بادي ايزيس وبحور والملك بيقدم فاست النو قدام ايزيس تحت بيقدم لخنم وبيقدم ليه الثالوس المقدس بتاع فيله اللي المفترض ان الاماكن دي كلها بتتبعهم ادارية على الغرب اللي هو هيبقى في المواجهة يعني كاني وانا داخل هلاقي مناظر التقدمات برضو بتتكرر بالنسبالي الملك بيحرق البخور قدام ارسي نوفيس اللي قعد باللقب المصر اللي هو اريحيم سنفر وبعد كده بيقدم القرابين قدام بادي ايزيس بعد كده بيلاقي المنظر بنفس التقدمات قدام خنم رع واخيرا بيلاقي واحد كاتب النظاري المكان سنة 1819 وكاتب اسمه مع التقدمة بعد كده بادخل على الجزء البوابة اللي بتعديني بعد كده على الجزء الداخلي او على قدس الاقداس بلاقي منها الجزء الاساسي مناظر كلها تقدمات يعني لو حابنا حتى راجحها مع بعض كده حضراتكوا تبصوا وتبدأوا انتوا تفكروا اللي قاليها متكررة عندي بشكل غير عادي وما فياش اي تجديد يمكن الا ان بلاقي تحت بس السادقين كان هما بيعملوا الاكر اللي هما الليمين والشمال او زي اللي شوفناهم عندي حد شبسوت لو فاكرين الرويت اللي هما بيفتحوا لي الطريقين المنظر عندي جوه مفيش غير التقدمة العادية اللي بيقوم بها اوغسطس قدام ايزيس ربة المعبد اللي قولنا اوه دياليا مع التمثال بتاعها للمفترض انه كان موجود فريزر حية فريزر حية حية الكبرى والشمس المجنعة مناظر تقلدية محتادة برا المعبد ده حوالين من الشمال الجو يعني من الليمين والشمال الليمين اللي هو هيبقى الشمال المعبد 8 مناظر اللي فوق قاعد واللي تحت واقف المناظر تلتحت في الاول هنا الملك بيقدم الحقول ادي زيس وراها حرس المنتقم لابيه ادي الملك بيقدم بيقدم مجموعة من النسيج قدام بحور بحور هنا الصورة بتاعت الاتنين المقادسين هنا بيقدم الكليلة حتحور سيدة سمنة وراها حرص حرب غرد او حرص الطفل المنظر بعدها جحوتي وراتي فنوت والاول مرة هنا بيظهر عندي تعبير حلووي حيتكرر مع المناظر بقيت لاليا هو بيتلقى البعض من الملك لكن بيقوله ان انا بزرع خوفك او باجعل خوفك في كل البلاد الاجنبية لو جينا بقى للمناظر العلوية من الناحى الشمالية اللي هيعلمين اللي قاعد مناظر معتادة الملك بيقدم الواج والواس والعنخ او بيتلقاهم من مع علامة الحح بياخدهم من ارسنوفيس وقاعد وراه ايزيس هنا الملك قدام بيقدم بقات الظهور قدام ايزيس ووراها موجود بادي ايزيس اللي هو العنصر المقدس برضو الملك بيحرق البخور قدام ارسنوفيس وفي المنظر ده ارسنوفيس متصور مرتين وبعدين الملك بيقدم فاستين النو قدام خنوم وساطة اتنين من ارباب اليفانتين بيجى على الناحى الجنوبية اللي هي شمال الداخل البوابة التاجين واجت ونخبت اللي هم بيحمون المنظر اللي واقف هنا بيحرق البخور قدام بادي ايزيس موجود عندي اعسف ده اوزير والنفر وورا ايزيس وتحت طبعا الافريز بتاع الهة النيل ده ما عنديش فيه اي مشكلة المنظر اللي بعده بلاقي الملك بيقدم برضو النو قدام الهة واخد حياته كبرى هل تكون هنا وجد بس هي بتقول له بزرع خوفك في كل الاجانب وبادي ايزيس موجود برضو معايا بعد كده بيقدم ليه حرس المنتقم لابيه ووراحت حورس ايدة سمنة بعد نختم المعبد ده بالجزء الجنوب اللي هو علاء دينا الشمال من فوق القاعد مناظر هنا معتمدة اكتر في الصف الاول على اللي بيتقدم بهناء على الهيروغليف يعني الملك هنا بيقدم لارسنوفيس ويزيس الملك هنا بيقدم قدام بادي يزيس الملك هنا بيقدم رستين النو قدام مندوليس ووجد الملك هنا بيقدم اخر منظر بيقدم العدالة بالعدل امام امون وموت كأنه بيمثل جزء من ثالوس طيبة على خير اشوفكم مع معبد عمدة ان شاء الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة